السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتتبعين قناة تعليم الفصار والخيطة باللقايد مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الفيديو اليوم إن شاء الله سنرى طريقة تفصيل جلابة في هذا الفيديو سنرى أسهل طريقة التي يمكن أن نفصل بها الجلابة إذا بسم الله على بركة الله أول شيء نبدأ بهذا الدرس دائما نأخذ العبارة التوب قبل أن نفصله نأخذ القيص الطول هو الأول القيص الطول هي الجهة الحشية إذن هنا بالنسبة لطول لها التفصيلة سيكون فيها 1.40 متر إذا كنت ترى الطول لها تفصيلة فيه 1.40 متر بعد قيص الطول سنأخذ القيص العرض يعني التنكيز للتوب العرض للتوب سيكون فيه 1.5 متر طول لها التفصيلة فيه 1.40 متر والعرض لها 1.5 متر إذا كنت ترى الطوب سنطلق الطول وهذه الجهة التي لها 1.5 متر هي التي تطويها على جوج وقد تنقذته جيدا في هذه التفصيلة سنقوم بفصيلة الداخل في الخارج هذه الجهة المفتوحة الجهة الأمام هي الجهتي والجهة الحشية والجهة المسدودة هي الجهة من هنا هي الجهة الخلف إذن هنا كنت ترى طول كما ترى ضروري كنت تأكد من التوب يكون متقد عندما نأخذ العبارات إذن كنت تأكد من التوب كما ترى معي هنا التوب عندنا مطوي على جوج كما ترى إذن هذه الجهة ستكون الجليل الجلابة العرض الجلابة من 44 سنتيم سنزيدها 1 سنتيم الخياطة هي 5 و 40 سنتيم وهذه القياس يمكنكم أن تنقصوا على حسب كل شخص و القياس هذه التكيفة التي تكون من التوب الجلابة سنقوم بها 10 سنتيم التراثي 10 سنتيم يعني هذا الغليل الذي يكون في الجلابة يتخدم باليد هنا ونحدد القيمة هذه التكيفة التي تكون من التحت فانتراثي 10 سنتيم ثم سأخذ القياس الطول سأخذ القياس الطول سيكون دخل في هذه العبارة التكيفة التي تجعلنا القياس الطول من المتر تصبح تصبح 39 سنتيم للقياس مهارة ومهارة قياس من المتر يمكن أن يكون أكثر على حسب القياس طول يختلف من شخص الى اخر. اذا بالنسبة لقياس الكتف انا 40 سنتيم نقسمها على جوج هي 20 زائد 1 سنتيم الخياطة هي 21 سنتيم. انتراسي 21 سنتيم. هنا سنحدد قياس الكتف لكي يبقى باين لكي يخدم الجهة التي تكون من الفوق. اذا هذا قياس الطول. انه حددنا القياس الكتف. بالنسبة لرقبة العنق. انا 8 سنتيم. كان نقسم 8 سنتيم. ونزل هنا بجوجة سنتيم. بالنسبة لقياس هذا سيكون تلبس ستوندار. بالنسبة لقياس الكتف انا عود انتكار 20 سنتيم زائد 1 سنتيم الخيطة 21 سنتيم. ونزل هنا ب3 سنتيم ميالا الكتف. وكان نقسم لقياس ميالا الكتف. بالنسبة لهذا العبار هذا. اذا بالنسبة لقيمة اللي سنزل بها. سنزل هنا ب23 سنتيم. الطرسي 23 سنتيم. كما ترى. هذه القيمة اللي نزلت بها. ما دخلنا في هذه الثلاثة سنتيم ميالا الكتف. كما ترى معي هنا. بالنسبة لقياس دورة ربع الصدر. الثلاثة 28 سنتيم زائد 1 سنتيم الخياطة هي السعود 20 سنتيم. السعود 20 سنتيم كان تراسي هنا. القيمة دورة ربع الصدر. هذه العبارة يمكن يكون اقل و يمكن يكون اكثر على حسب القياسات. اذا هنا. نحدد قياس دورة ربع الصدر. ونأتي من هذا المكان هذا. ونطلع ب3 سنتيم. ونأخذ هذه الدورة تركيز يعني الدورة الفتحة الإيباط. ونطرصي التركيز. نأخذ من هذا المكان هذا. ونزل ب15 سنتيم. ونحدد قياس دورة الخسر. نفس القياس هنا 15 سنتيم. ونطرصي العبارة الخسر. لدي 26 سنتيم زائد 1 سنتيم الخياطة هي 27 سنتيم. نعود انتكار هذه القياسات. هذه القياسات هذه ليست ثابتين. يمكن أن يكونوا اقل و يمكن أن يكونوا اكثر. اذا هنا. نطرصي 27 سنتيم. ونأتي من هذا المكان هذا. ونزل ب15 سنتيم. ونحدد قياس الحاوض. بنفس القياس نزل هنا. 15 سنتيم. بالنسبة قياس الدورة الحاوض. عندنا. 30 سنتيم. ونزل 1 سنتيم الخياطة هي 31 سنتيم. يمكن لكم اضع 32 سنتيم. كجيزونا. نطرصي هنا. 31 سنتيم. وهنا كنصيل ما بين العبارة. ليدرنا. اذا هنا كنطرصي. كنصيل ما بين هذه العبارة. هذا نطرصينا العبارة. الجهة من الفوق. سنتصيل ما بين العبارة دورة الحاوض حتى نخرج في جليل تحت. اذا كنطرصي به الطريقة هذه. كما نرى معي هنا. حتى نخرج في جليل التحت. بالنسبة لهنا هذه القيمة التي سنطلع بها في الجواني. سنرجع لها من بعد ما نكون نقطعه الجهة للأمان والجهة للخلف. إذا كنطرصي نقطع هذا العبارة الذي اخذنا. كنطرصي ما بيننا. طبيعة الحالة للقياسات هذه. يمكن أن يكونوا أقل و يمكن أن يكونوا أكثر. على حسب قياس ديال كل شخص. إذا كنتبع هذا العبارة الذي اخذت. كما ترى هنا. هذه الجهة التي تكون من الفوق ديال الكتف. وهنا هذه الحفرة التي كنطرها في الرقبة ديال العنق من جهة ديال الخلف. إذا كنت نفصلنا. الجهة ديال الخلف. هذه هي الفصلات ديال الداخل في الخارج. إذا هذه الجهة ديال الخلف. سنحيدها. سنرجع لها. من بعد ما انقضوا التوب بالنسبة للجهة ديال الأمام. هنا كنقضتهم زيان بالنسبة للجهة ديال الأمام. كنخلي التوب كما هو. وكان مقعد تنقض هذا التوب إلي كناشي زيادة. كنعود نتأكد منه. سنحيد هذه الحاشية التي تكون في جهة ديال الأمام. ما سنحتاجها. إذا ما الأفضل نحيدها. قبل ما نبدو نخذ العبارة ديالنا. ما الأفضل في الخياطة. نكونوا محيدنا هذه الحاشية. بالنسبة للطريقة ديال الخياطة. أنا سأخذ لكم الرابط ديال الفيديو. طريقة الخياطة تجلبة. من البداية حتى النهاية. في أول تعليق مثبت. إن شاء الله بحول الله. إذا هنا كنشد هذه الجهة ديال الخلف. و سننزلها للجهة ديال الأمام. وهنا. كنخلي واحد سنتيم زياد ديال الخياطة بالنسبة للجهة ديال الأمام. ضروري. نقضتهم زيان. كما ترون. هنا كنخلي واحد سنتيم زياد. في الجهة ديال الأمام. ديال الخياطة. و كنمشي كنقطع على الحساب العبارة اللي يدرت في الجهة ديال الخلف. كنظر كنقطع على جهة ديال رقبة العنق. وهنا جهة ديال التركيز. كنمشي كنقطع التركيز بطريقة عادية. كنثرة قبل الأمام. بعد ذلك. سأخذ العبار ديال الكل. كنحيد الجهة ديال الخلف. و سننزل هنا ب11 سنتيم. و نترسي الكل. الكول ديال الجلابة لا نفعله بقى الكل الكل ديال القفطان. يعني الكل ديال الجلابة يكون. ترسي بطريقة شوية مختلفة. و نقطع. الكول ديال الجلابة. كنكمل. تقطيع الاحساب العبارة اللي درناه في الجهة ديال الخلف انا بدأت انقطع ومن يكن تنزل الجهة ديال امام على الجهة ديال الخلف كانت تبطر ورد البل مع التوب باش يجيني متقاد وهنا كانمشي على القياس الطول ديال الاول كانمشي كنقطع جهة ديال الامام وهذا القطعة ديال التوب اللي بقاتلي منها غد نخرج القب وغد نخرج لأكمام اذا سنعود لها من بعد اذا هذه هي جلابة جهة ديال الامام والجهة ديال الخلف هنا غالبا تنطلع بخمسة ديال سنتيم ولكن احنا عندما يأتينا العبارة مضبوط متقاد ننزل السنتيم اعلى ما كان في الكتف وكان نظر في الطريقة هذه سنحاول نرى الطريقة تكون واضحة اكتر لكي هنا سنطلعوا في هذه الجواني لكي يأتينا متقاد نأتي وننزل السنتيم في أعلى ما كان في الكتف في حالة طريقة هذه وكي يأتي كان عبار لكي يقع لا تكون هنا في الطول مثلا قتلي هنا متر وتتسعود وربعين سنتيم ننزل طريقة تكون طراسيها بحالك ماذا ما لا تكون في الطول متر وثمانية وربعين سنتيم ننزل طريقة القيص اللي بقال لي ننخلي السنتيم دائما ننزل أعلى ما كان في الكتف وننزل طريقة لكي لا يأتي الجوانب من هذه الجهة هنا تقريباً قطعت بخمسة ديازة سنتيمة هو القياس الذي نقصناه من الجوانب و كم شيء نقطع هذه العبارات التي نقصناه يعني هذا القياس يخرج في الوسط القياس الذي لدينا في هذا المكان كيف نقصناه في الجوانب بالنسبة لهذه الجلابة نقصناه بفتاحة في الامام و كما ترى يجب هل نقصناه في الجهة الامام و الخلف حتى تقلي بالنسبة له هنا ما نقصناه؟ نقصناه من الحبارة التي تكون من تحت والتي نقصناه في الأول 10 سنتيم و نرى ما نقصناه في الجهة الافتاحة نقصناه من 25 إلى 30 سنتيم نضع 28 سنتيم في الفتحة هذه الجلابة التي نضع لها الفتحة في الجهة الامام. اذا فنفصلنا الجهة الامام والجهة الخلف. اذا نرجع للجهة الامام. عندي فيها الخدمة. اذا كما ترى هنا سنعبار القياس للتركيز. القياس للتركيز يبقى فيه 29 سنتيم كما ترى هنا. 29 سنتيم سنعود نتأكد كما ترى. 29 سنتيم هو القياس الذي يبقى عليه في الدورة للتركيز. نضع الجهة الخلف ونضع الجهة الامام. نضع الجهة الامام ونضع فيها هنا سنتيم ونصف. كما ترى هنا نقطع هذا سنتيم ونصف. كما ترى نضع هذه الدخلة في الدورة للتركيز. التركيز سيكون يكبر. لا يبقى في العبارة. يعني لقياسنا العبار هذا مع العبارة الجهة الخلف. سنجد التركيز الجهة الامام اكثر. ونضع من هذا المكان ونقص ما بين سنتيم سنتيم. كما تبقى الجهة ترجع للخلف. وفي نفس الوقت يتقدر لنا حتى التركيز. لا يبقى زائد. يعني وقتنا نضع هذه الدخلة. على التركيز يبقى لنفس القياس. إذا بها الطريقة هذه كما نفصلنا. الجهة الامام والجهة الخلف بالنسبة للجهة الافاظة. كما ترى هذه القطعة التي تبقى لي. هي هذه. سنحيط هذه الزيادة التي تبقى تبقى زائد. سنضع الأكمام ونضع القب. إذن كما ترى هذا التوب. هذا الجهة الحاشية التي يشدها في يدي. دائما على طول التوب يكون كما ترى. وكان طويل القياس اللي سنحتاج في الأكمام. كما ترى الجهة ديال الأكمام طويل التوب على أربعة. كما ترى معي. والجهة اللي من التحت هي اللي سنخرج منها القب. هنا نحدد المكان الذي سنخدم عليه لكم. هنا سننزل بـ 23 سنتيم. يعني التركيز عندنا في 26 سنتيم نقصنا منه 3 سنتيم. والعبرة اللي بقى لنا نزلنا في هذا المكان هذا. إذن هنا كنطرصي هذه العبرة هي 23 سنتيم. ونأتي من هذا الجهة هذه نزل بـ 12 سنتيم. كنطرصي 12 سنتيم. كنطرصي هذه العبرة هي 26 سنتيم هو القياس الذي لدينا في الدورة تركيز. إذن كنطرصي هذه الـ 27 سنتيم. في حالة تبنت لكم شيء غير مفهومة يمكن لكم تكتبها لي في التعليق وانا سأجاوبكم ان شاء الله بحول الله. كنطرصي هذه العبرة التي لدينا في الـ 26 سنتيم نقصه في النص بحلاكة. وتعلى هذا النص نعود نقصه حتى هو في النص. هذا العبرة هي 26 سنتيم نقصه على أربعة كما نرى معها. نأتي من هذا الجهة هذه ونتخل في سنتيم. ومن فوق نخرج بالعكس بـ 1 سنتيم. ونطرصي الدورة تركيز بكل سهولة. بالنسبة للطول لكم. لدينا 58 سنتيم سنتيم سنزلها 10 سنتيم الخياطة. سنتيم من فوق و سنتيم من تحت. يعني هي 60 سنتيم سنتيم نطرصي الطول لكم. وبالنسبة للفم لكم. سنجد ما بين 13 و 14 سنتيم. إذن هنا خلي 13 سنتيم. ونحدد قياس طول لكم. إذن هنا كنكون. حددنا القياس طول لكم. وترصينا العبارة للتركيز. إذن هنا. سنصل مع العبارة للفم لكم. حتى نخرج. في الدورة للتركيز من التحت. بالنسبة لهذا الكوم. هنا كما يأتي لكم مجموعة شوية. لا يأتي لنفطفط من الوسط. نأتي ونحدد الوسط بحل الطريقة هذه. بالسنتيم. نضغط سنتيم بهذا الشكل. ونحدد الوسط لكم. ونأتي من هذه الوسط وندخل ما بين سنتيم حتى يجب السنتيم بعض الأحيان. وننطرصي بشكل مائل. رضي مع البل كيف نطرصي بشكل مائل حتى نخرج في جهة التركيز. ونطرصي بشكل مائل حتى نطرصي بشكل مائل حتى نخرج في هذا العبار الذي نجعله في وسط الكوم. كما يأتي لكم. حلو. لا يأتي لكي يجب انفطفض بشكل مائل. من الوسط. ونقطع العبارة لكم. نطرصي. يعني هنا كان تطرصي الثاني. ليس الترصي الأول الذي قمت. وهنا في فم كوم نخرج في الترصي لأول العبارة لكي نفصلنا لكم بهذه الطريقة هذه. يأتي لكم حلو. لا يأتي لكي يجب انفطفض مجموع واخدهم طريقة احترافية. لذا في هذه القطعة التي قمت. منها سنخرج القب. التوب ما زال مطوي على جوج. نحذف هذه القطعة التي لا نحتاجها. نحيطها. ونجعل التوب مطوي على جوج كما كما ترون. هذه القطعة في حرة ما كانت متقدة. نعود نقضها بالمقص. هذه القطعة التي تكون فيها الخياطة للقب. التي تكون لدينا فيها العمارة. نقضها جيدا. كما ترون. التوب مطوي على جوج. العمارة للقب سيكون تقريبا كما تتلبس. بالنسبة للطول للقب سنجعله تقريبا 42 سنتيم. هذا العمارة داخل في حق الخياطة. وهنا في هذه الجهة. سنجعله. 30 سنتيم. نقضي 30 سنتيم. يعني هذا السطح للقب الذي يكون من الفوق. هنا نقضي 42 سنتيم. نأتي وندخل ب 10 سنتيم. نقضي 10 سنتيم ونطلع مقابل معها ب 24 سنتيم. نقضي 24 سنتيم. نحاول نقضي التراصي لكي يكون العبارة واضحين أكثر. الجهة التي تقضيها 24 سنتيم. ونطلع مقابل معها ب 24 سنتيم. حتى نخرج في هذه الجهة التي تقضيها 24 سنتيم. هذه هي القيمة التي تكون لديها في الدورة للتركيز. وهنا سنقضي مع العبارة. الجهة من فوق القب. حتى نخرج في هذه العبار. الذي تقضيها 24 سنتيم. إذا سنخذ القياسات القب في الدورة للتركيز. سنطلعها على العبارة الأول. نأتي بحلاكة. وتعطيها 27 سنتيم. نحدد الوسط بحلاكة. ونأتي من الوسط بحلاكة. ونطلع سنتيم ونصف. وهنا من تحت نخرج بسنتيم ونصف. ونطلع دورة للتركيز للقب. كل سهولة كما ترى معي. إذا هكذا سنطلع العبارة للقب. في حالة القب سنطلع له الودينات. نأتي ونطلع العبارة للطول الودينات فيهم 13 سنتيم. ونطلع العرض لهم 5 سنتيم. سنوريكم في الفيديو الذي سنجدكم متبت في أول تعليق. سيكون شرح مبسط كيف سنطلع القب. وكيف سنطلع العمارة للقب بالودينات. كما سنرى معي في الفيديو الخياطة الذي سنجده في أول تعليق متبت إن شاء الله سيحوله. إذن هكذا نقطع العبارة للقب. هذه في حالة كنا سنطلع القب بالودينات. كنا سنطلعه بالرندا. لا يحتاجون القب بالودينات. كنا سنطلع العمارة بالطرسان أو بالعمارة الذين النظرين للجربة لهم المتب后هم يدعون القب بالودينات. في حالة كنا سننحنطل القب بودينات كنا سنقطعهم. في حالة كنا سنقوم برا للمشاء الله أو بالعقيق. بسافة الطرق التي سنقوم بهم القب الجلابة كما تعرفون الجلابة يكون فيها الكثير من الموضيلات كما ترون هذا هو الأكمام الذي خدمنا وهذا هو القب الجلابة هكذا نكون من الفيديو الفصلة له الجلابة نتمنى أن تكونوا استفتوا يالله تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته